البكتوراليز ميجور والبكتوراليز مينور ميسلز هم أول عضلتين من العضلات اللي بتوصل أجزاء الطرف العلوي بجدار القفص الصدري وأكبرهم هو البكتوراليز ميجور ميسل ودي عضلة على شكل مروحة كبيرة بتغطي الجزء العلوي من الصدر والبكتوراليز ميجور ميسل من ضمن مميزاتها إن لها رأسين رأس بتتصل بالكلافيكل فيبقى اسمها كلافيكولر هيد ورأس بتتصل بالستيرنم فيبقى اسمها ستيرنال هيد الاريجن بالنسبة للبكتوريليز ميجور مصل هو الكلافكال والستيرنام والكستال كارتليج لأول ست ضلوع والأبروليسيز أوفزاكستيرال أبليك مصل والإنسيرشن بالنسبة للبكتوريليز ميجور مصل هو الشفة الخارجية للإنتر توبيركولر جهوف الزهيومرس وظيفة البكتوريليز ميجور مصل أربع حاجات أساسية بتشارك في مادة وثانية وتقريب العدد ودورانها للداخل وبرضو البكتوريليز ميجور مصل بتشارك في عملية التنفس أثناء الشهيق اشتركوا في القناة